موضوعنا اليوم مشاهدينا بالفقرة الطبية كلينيك ضغط الدم المرتفع عند الأطفال والمراهقين راح نستشير ضيفنا بهالموضوع برحب الدكتور سامي سنجد أهلا وسهلا فيك دكتور سنجد حضرتك بروفسور بطب الأطفال واختصاصي بأمراض الكلا بتصور كثير من المشاهدين مثل أنا تفاجأوا لما سموا عن ضغط الدم عند الأطفال والمراهقين ما منتوقع أنه تصير هالحالي بهالأعمار ولكن موجودة وعم بتزيد بالسنوات الأخيرة صح بتتعجب قداش في عدم معرفة بهالموضوع هذا لحد يمكن شيء خمسة عشر سنة بالكتير يعني العالم كلها بتفكر أنه ارتفاع الضغط عند صغار كلها نتيجة أمراض كلاوي أو أمراض هورمونات غداد أو أدوية لترفع الضغط إنما خلال الخمسة عشر سنة اللي مروا تبين ونصر في عدة أبحاث وعدة ملاحظات أنه فعلا فيه ارتفاع الضغط عند الناس عند الأولاد اللي هي ما يلاعلاقة ما يلاع ارتباط أبدا بالأمراض هذه اللي نسميها الارتفاع الضغط الأساسي أو في نوعين من الضغط الدم المستفى السكنداري هي التنويذ لأمراض محددة أمراض الكلة أكتر شيء عند الصغار أمراض الكلة وأمراض الشريين أمراض القلب هذه أحيانا بسبب ارتفاع الضغط والغداد إنما ما فيه أي مبرر أي مسبب من هالنوع هذا نسميه هذا الضغط أساسي أو قبل ما نحكي عن أنواع الضغط الدم وشو يعني ضغط الدم وارتفاع شو يعني ضغط الدم طبيعي شو هو يعني الحد الطبيعي لضغط الدم سؤال جيد لأنه كمان لحد عشرين سنة كمان كنا تحذير كان ارتفاع الضغط يعني يعني كان أكتر شيء المقياس كان هو عند الكبار ١١٨ أو ١٢٠٠٠ بالمليمتر إنما سنلاحظ مثلا كلما الزغر البيبي كلما الزغر الولاء كلما المستوى بدي تغير يعني سور سور الارتفاع الضغط عند صغير يعني يمكن تسع على خمسة من عده مرتفع إذا كان بيبي صغير تسع على ستة من عده مرتفع وصور فيها عدة دراسات من شيء عشر سنين تقريباً درسوا تقريباً شيء ٨٠٠٠ ألف ولد عمار مختلف من عمر السنة لعمر ١٨ وجمعوا كل المعلومات بالنسبة للضغط عنده وطلعوا بكوروز مختلفة إنما شو هي الأبرلمت واللورلمت للارتفاع صار عندنا اليوم مقييس يعني دقيقة كتير يعني فينا نقول مين ضغطوا مرتفع بالنسبة لعمر معيين نعم فإذا موجودة هالحالة عند الأطفال المراهقين وعم بتزيد مع مرور الوقت هل في حالة أو أشخاص عندهم استعداد أكتر من غيرهم؟ أكيد أكيد يعني عادة بتلاحظي أنه ارتفاع الضغط اللي صار حسب لها الفترة الأخيرة ماشي بتوازي يعني مية بالمية مع السمنة اللي ازدادت مع كمان مع السنين يعني صاروا تقريبا ٣٥ ٣٥ بالمية من المراهقين عندهم زيادة وازن أو بيكونوا عندهم سمنة مراضية السمنة هي عامل أساسي بالارتفاع الضغط الدم ارتفاع الضغط وبالمواد الشخمية بأمراض أخرى كثيرة أبسولت لي وبعدين هؤلاء تقريبا ٣٥ بالمية منه عندهم ارتفاع الضغط هؤلاء الأولاد اللي عندهم هالسمنة هايدي بين ٣٥ و ٣٥ بالمية منه عندهم ارتفاع الضغط اللي هو بيستجيب لما يخسر وزنه ويجع وزنه للطبيعي عامل الوراثي دكتور بيلعب دور كمان؟ مهم جداً وهذا أحد الأسباب دايماً ناخد تفاصيل عن شجرة العائلة ومين عنده ضغط بالعائل الأب أو الأم الجد وحداً توفى بوفاة مثلاً أمراض قلب وهي كثير مهمة كمان بالنسبة للتشخيص الارتفاع الضغط فإذاً في نوعين من الضغط الدم المرتفع برايميري وسكنديري السكنديري هو نتيج عن أمراض أخرى وعدتاً بتنحل؟ يعني بتنحل وأحياناً ما بتنحل إذا كان درجة الارتفاع الضغط عالي كتير أو كان الطفل كتير صغير يعني 90% بيطلع السبب هو ثانوي يكون مرض كلاوي أكتر شيء أو غدد إنما إذا كلما كبر الولد كلما كبر الشخص وكلما الضغط يعني مرتفع لهذه الدرجة هذا الكيرب اللي كنت عم تحكي عنه دكتور؟ نفرجي شو هن الـ يعني مثلاً الارتفاع الضغط نحنا نسميه اللي بيكون فوقه الـ 99 بين الـ 95 وـ 90% والـ 99% هذا منعتبره هايبرتنشن صار عنده ارتفاع الضغط اللي هو الخط الأحمر يعني الأصفر بالنص تقريباً حوالي 9 ما سميه بري هايبرتنشن يعني المرحلة ما قبل ارتفاع الضغط وطبعاً الـ 50% هدا هو الطبيعي هذا الـ أي شخص بيقع الضغط طبعه على مراحل الارتفاع الضغط من جراء مرة واحدة ما نسميه ارتفاع الضغط عدة مرات خاصة عند الأطفال والمراهكين أطفال أكثر دكتور سنجد لأنه حتى تقدروا تاخدوا ضغط لازم يكون بحالة ريئ وهذا من الصعب ان تحصل عليه وحين لما يجي عند الطبيعي بيشوف الـ وهذا كمان بيتوتر هادي لوحدة بترفع الضغط كيف بتشخصوها الحالي في شي اسمه فيه هايك انتتي موجودة وهذا ما سوية دكتور سنجد زرارك عم بيعملوا لي ضغط بديك تنتبه بس من الكمام فإذا بدنا ننتبه كتير كيف مناخد أو منفحص أولاد بالنسبة للضغط المرتفع فيه آلة خاصة يعني تبين كيف يعني شو الطريقة الأساسية الصحيحة لواحد إيس الضغط لأنه أحيان كتير إذا كان مثلا الآلة صغيرة بيطلع الضغط استناعي مرتفع يعني بطريقة بذلك بتاخدوا الضغط عدة مرات ومرقوا ووقت معين ووقت معيني ووقت مختلفة نعم ثلاث مرات على القليلة وإذا كان مرتفع ثلاث مرات من سعي من سمين هل فيه فحوصات مخبرية ممكن نتحدد كمان إذا هالحالة موجودة أو حالة مدمنة عادة من التجئ للحالات للمختبر بحالات منشك بالضغط الثانوي بيكون عم نفكر عن أمراض كلها وأمراض ضغط لما بكون نتيجة عن أمراض أخرى صح بس حتى إذا كان عم نعاني من ضغط أساسي أو ضغط أولي أقل ما يمكن نحنا نقيس وضايا في الكلا المواد الشحمية الكوليسترول والLDL والHDL وطبعا فحص بولا نتأكد ما عم نعاني مع أي مشكلة مخبية مش شايفينها هل الأسباب عند الأطفال والمراهقين هي زيتها عند الكبار دكتور أو بتختلف العوامل؟ هلا مثل تلك من الفترة الأخيرة للعشرة وخمسة عشر سنة اللي مضي للسرعة بيبين كتير أنه الأمراض الضغط اللي موجودة عند الكبار عادة تبدأ على زغر نعم إذا واحد ينتبه هذه الدراسات الجديدة بديل على هالشي إذا ضغط الدم بلش يرتفع وعمري صغير على الأرجح يتبقى معه على الكبر وتطور يسموه الفنومنون تراكينج تراكينج فنومنون وإذا ما انتبه وإذا ما تعالج وما داره حاله للشخص يعني أكيد بيصير عنده ضغطة ارتفاع ضغطة على كبر وترسبات الشحمية بالشرايين هايدي كلها الاشياء كلها بتلحق بعضها كمان خلينا نحكي شوية عن بعض العوامل الأساسية المسببة لهالحالي دكتور عند الأطفال والبرهكين قالنا أهم شيء أهم شيء أن هي سمنة سمنة يعني هالفترة الأخيرة لهو صار وباء عنا مش بس ببنين بكل دول العالم صار وباء بالعالم كلها وهي دي كلها اللي علاقة طبعا بالفاست فود وعليش هاي دي كلها حيات خطوات حيات خطوات حيات خطوات حيات الخمول بدون حركة هنو شو عم نشوفه دكتور عم نشوفه التطور الانسان شو سبنا بالاخر بصرنا مثل خنزير صرنا عم ننخزر ليش؟ لأنه عم نعيشها النمط الحياة نعيش النمط الحياة اللي فعلا عم يضرنا أكتر ما بينفعنا وهذا شيء له علاقة مباشرة بارتفاع الضغط وطبعا والسمنة والضغط بيروحه بتوازي ليش لازم نعتلهم هالحالة عند الصغار؟ لأنه ممكن ترفعون عكبر وإلى مضاعفات كثير جدية مثلا إذا ولد بأي عمر كان حتى لو صغير مرتفع ضغطه وما تعالج لسبب الأسباب وما نعرف أنه عنده ضغط يعني الناس كثير عندهم ضغط ما بيعرفوا لأنه ارتفاع الضغط مش دائما بتعمل عوارد يعني أكثر من خمسين بالمئة من الأشخاص عنده ضغط مرتفع ما بيعرفوا لأنه ما عندهم عوارد الباقي العوارد كانوا في منه كثير يعني واجع راس شوية دوخة عدم نوم عادة العوارد بتكون كرسية لأنه ضغري بتأدي لسلسة ألبي أحيان بيكون من كشف الضغط على مرحلة مبكر بيعمله تضخم بالقلب هذا أكثر الشيء من شوفه يعني من شوفه بشكل متواصل يعني إذا كان فيه ارتفاع ضغط ومش متعالج لفترة سنة سنتين يبدأ يبين تضخم بالجهة الشمال من القلب يعني البوتين الأيسر على طول هذه بتبين بأشعة أشعة صوتية بالقلب بكل سهولة تتشخف العلاج كمان بيختلف بين الصغار والكبار وهل دايما هو عبر الأدوية دكتور أو بتغييرات بسيطة بنمط حياتنا أهم شيء عند الصغار هو يعني الاتجاه الأول هو علاج تغيير نمط الحياة فعلا خسارة وزن تغيير بالأكل مثل نشجع البوتاسيوم نظام غزائي سليم ونظام الرياضة كمان مجنيزيوم بالأكل والرياضة كل الأكلات الصحية يعني وتدخين يعني تدخين من أحد الأشياء اللي كمان بترفع الضغط ونحن عنا وباء بالتدخين بهالبلاد يعني بالفعل يعني بوجه للشباب هذا الشيء اللي اللي عبدخن بطل ولي ما دخن بين زرارك والتليفون أكد لك صار عندي ضغط عليه نعم نسيحة أخيرة دكتور سنجاد للأهل اللي عم بيحضرونا اليوم اللي ممكن يشكوا إنه بسبب نمط حيات أولادهم أو يمكن عوارض أخرى أولادهم ممكن يكون عندهم ضغط دم ورتفع يعني الكشف المبكر قديم أول شيء مهم جدا يعني بعد السن 3 سنين بعد عمر 3 سنين كل ولد لازم بكل زيارة يفحص ضغطه عند الحكيم يعني إذا الحكيم نسي لازم هن يذكروا له الحكيم يفحص له ضغط تاني إذا نكشف ارتفاع ضغط يعني يتراقب مش تورو يتبلش نغرب على أجي يتراقب ونتأكد تماما أنه هذا الضغط الصحيح مرتفع على حسب هالكيرفز اللي فرجيناكم إيوها بالأول وإذا كان بالفعل ضل مرتفع الضغط نتوجه للتغيير نمط الحياة وآخر شيء اللجوه هو للأدوية الأدوية اللي هي مثل الأدوية اللي عند الكبار هي نفس الأدوية اللي بتفتح الشريين بتخفف من ضغط الدم وتدرجيا بيرجعلك الشيء لطبيعته شكرا لألك دكتور سامي سانجل بتأمل يستفيدوا منها النصائح اللي قدمت لهم ليها لمش بس بتساعدهم حتى يتخلصوا من حالة ارتفاع الدم إنما من أمراض كتير أخرى شكرا لألك شكرا لألك وقفة مشاهدين وحلقتنا بتكمل